بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة كيف سينتهي الكون الذي نعيش فيه هل سيستمر في التوسع إلى مالا نهاية كما تقول إحدى النظريات طيب هل سينتهي بانسحاق أو تمزق عظيم كما بدأ بانفجار عظيم أيضا حسب ما تقول بعض النظريات طيب هذا الكون ما هو مصيره الحقيقة هناك نظريات عديدة طرحت حول نهاية الكون وحول بداية الكون اليوم موضوعنا هو آية في القرآن ندرسها لنرى كمية التطابق بين كلام الله عز وجل وبين الحقيقة العلمية الحديثة الآية تقول أحبتي في الله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين طيب اليوم بمقياس العلم التجريبي أو العلم الحديث إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الآية على ضوء العلم الحديث ماذا نجد؟ هل نجدها متناقضة أم متفقة مع الحقائق العلمية؟ طبعا سورة الأنبياء سورة مكية هذه الآية نزلت في سورة الأنبياء نزلت بمكة المكرمة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة لم يكن متفرغا لوضع نظريات فلكية يعني هذا أولا خطاب لمن ينكر أن القرآن كلام الله يعني النبي قبل 1400 سنة يقرر أن هذا الكون سوف ينطوي وينغلق على نفسه طيب إحدى أهم النظريات المقبولة علميا اليوم هي نظرية التمزق العظيم أو الانسحاق العظيم وتقول بأن هذا الكون سينتهي بكارثة كبرى تدمر كل شيء في الكون طبعا نحن لدينا آيات في القرآن تتفق مع هذه هذه النظرية كل من عليها فان وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا الجبال سيرت إذن لدينا فوضى عارمة ستعم أرجاء الكون قبل يوم القيامة وبالتالي كل الافتراضات والنظريات العلمية تؤكد هذا الأمر دعونا نتحدث بلغة العلم ونتأمل هذه الدراسة العلمية خطوة خطوة أحبتي في الله لندرك عظمة كتابنا عظمة إسلامنا أنه دين العلم دين يجعلك تشغل عقلك لا نقبل أي حقيقة ونحن مغمضي الأعين لا نريد أن نفكر نريد أن نتأمل لنصل إلى أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى طبعا أيها الأحبة نحن لدينا هنا خدمة واتس أب يعني أرجو من الأحبة أن يشتركوا بها ليستفيدوا من المنشورات المتعددة كل يوم موضوع هذا اللقاء يوم نطوي السماء طيب هنا أيها الأحبة إحدى النظريات القوية جدا والمنطقية حقيقة لأن الكون أثبت يقينا أنه يتوسع هذا الأمر أثبت والعلماء الثلاثة الذين اكتشفوا آلية التوسع الكوني وقاموا بقياسات دقيقة نالوا جائزة نوبل على اكتشافهم إذن عندما نقول الكون يتوسع إذن هذه حقيقة يقينية نراها اليوم بأعيننا لا أحد يشك فيها هذا التوسع يحتاج إلى طاقة يعني أنت لديك هذا الجسم حتى ينتقل من مكان إلى مكان يحتاج إلى طاقة فالطاقة الموجودة في الكون لا تكفي لجعل هذا الكون يتوسع إلى ما لا نهاية الطاقة الكونية محدودة أيها الأحبة وبالتالي عندما يستنفذ هذا الكون طاقته أنه ينهار على نفسه تماماً مثل إنهيار النجوم تعلمون ما يسمى بالسبر نوفا أو انفجار النجوم العملاق الانفجارات الهائلة عندما يكون لدينا نجم وكبر هذا النجم واستنفذ وقوده لم يعد لديه قدرة على مواصلة العمل فينفجر وينهار على نفسه ويشكل لوحات رائعة نحن لدينا آية في القرآن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يشبه الله انهيار الكون يوم القيامة أو قبل يوم القيامة انهيار الكون بأننا سنرى مناظر تشبه الوردة المدهنة بألوان أحمر والأخضر والكذا وهذا ما نراه بالفعل في ظاهرة انفجار النجوم سبحان الله طيب دعوني اليوم أطرح هذه التساؤلات أحبتي في الله على مدى سبعين عاما كان العلماء يتساءلون كيف كان شكل الكون وكيف شكله اليوم إلى أين سنمضي طبعا هنا سنتأمل بعض الحقائق الكونية وكيف أن القرآن تحدث بدقة مذهلة عن هذه الحقيقة طبعا خلال آلاف السنين كان الاعتقاد السائد عند الناس عن الكون أنه كروي وأن الأرض هي مركز هذا الكون أيضا هناك اعتقاد أن الكون هو الذي يدور حول الأرض وليس العكس أرستو وضع مخطط اعتبر أن الأرض هي مركز الكون والكواكب والنجوم والشمس والقمر كلها تدور حول هذه الأرض وطبعا هذه نظرة غير صحيحة نهائيا لأن النجوم بعيدة جدا لا يمكنها أن تدور دورة كاملة كل 24 ساعة حول الأرض وإلا ستضطر لتسير بسرعة أكبر بكثير من سرعة الضوء وهذا الأمر غير منطقي لأن أعلى سرعة كونية هي سرعة الضوء في عام 1917 أنشتاين قام بوضع نموذج للكون متوافق مع النظرية النسبية التي طرحها وكان هذا النموذج معتمدا على الشكل الكروي وقرر طبعا وهذا الكلام متى أيها الأحبة 1917 قبل مئة سنة فقط قرر بأن الكون ثابت منذ أن وجده ولا يزال كذلك وسيبقى على ما هو عليه ومن أجل تحقيق هذه الرؤية وضع رقما هو ثابت آنشتاين ثابت اعتبره ثابت كوني اعتبر أن الكون لا يتوسع الكون لم يأتي من نقطة صغيرة ووفق تضخم عظيم وأن الكون ثابت هذه الرؤية كانت فقط قبل مئة سنة القرآن العظيم قبل 1400 سنة لم يقل هذا الكلام في نفس سورة الأنبياء القرآن تحدث وقال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما كلمة الفتق تدل على يعني مثل القماش هذا القماش إذا أردت أن تفتقه تحتاج إلى قوة هائلة الكون أيها الأحبة كان مثل هذا النسيج وحتى الآن هو نسيج رأينا في بحث النسيج الكوني كيف أن المجرات تصطف على خيوط دقيقة وطويلة تشكل نسيجا كونيا محكما فهذا النسيج يحتاج إلى قوة هائلة لنمزقه أو لنباعده لنفتقه فالعلماء يقولون لقد تم تطبيق قوة هائلة لا يتصورها إنسان على نقطة بداية كانت في الكون لتمزق وتوسع هذا الكون ولكن هم يسمونه انفجارا وهذا الكلام غير صحيح لأن الانفجار يولد الفوضى نحن نرى أن الكون كان منظما منذ بدايته وحتى اليوم وإلا الانفجار لا يمكن أن يولد لنا نظاما بديعا كالذي نراه الآن كل مجرة تسير بدقة في هذا الكون كل يعني نجم كل جرم كل ذرة لها نظام نظام بديع أيها الأحبة حتى إن أحد العلماء قال إن هناك توازن كوني الدقيق جدا 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 لدرجة أن احتمال المصادفة في هذا التوازن واحد على واحد وبجانبه أكثر من 120 صفرا تصوروا رقم يستحيل تحقيقه صغير جدا فهذا التوازن يدلك على أنه لا توجد فوضى في الكون لذلك كل النظريات التي وضعها الملحدون لمحاولة يعني خداعنا وتضليلنا أن الكون نشأ عن طريق المصادفة وعشويا كلها بقت بالفشل أنشتاين كانت نظرته تشبه نظرة الفلاسفة التي تقول بالكون الأزلي كون أزلي يعني لا يتغير ثابت هكذا موجود منذ الأزل وسيبقى هكذا إلى ما لا نهاية إذن ليس هناك بداية ولا نهاية للكون إذن ليس هناك إله وليس هناك بعث وليس هناك قيامة القرآن العظيم حدد لنا بداية الكون ونهايته في نفس سورة الأنبياء أولم يرى الذين كفروا أن السموات والأرض كانت رتقا ففتقناهما إشارة إلى التضخم المفاجئ والنسج الكون في الكون وبدايات خلق الكون والآية في آخر سورة الأنبياء وآخرها يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا أن نكون فاعلين إشارة إلى ماذا إلى انغلاق وتمزق وانطواء الكون على نفسه وعودته إلى نقطة الصفر كما بدأ طيب هذه النظرية أيها الأحبة أو هذه الفكرة عفوا تحتاج إلى علماء ودراسات وأبحاث وتلسكوبات ومعادلات فيزيائية طيب من أين جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بالمنطق يعني بالله عليكم أنا أود أن أتساءل معكم يعني هل هذا نبي أمي يعطينا هذه الدقة وهو يعيش في مكة المكرمة في بداية دعوة في زمن انتشرت فيه الأساطير والخرافات دعوني أتابع معكم أيها الأحبة الأمر انقلب رأسا على عقب عندما جاء العالم هبل ونحن نعلم مرصد هبل الفضاء الذي أعطى الصورة الرائعة للكون المتوضع في مدار حول الأرض هذا العالم أثبت بالتجربة أن المجرات تهرب متباعدة عننا بسرعات كبيرة جدا فعندما عاد وقال معنى ذلك أنه قبل ملايين السنين كانت هذه المجرات أقرب وأقرب وأقرب حتى وضع فكرة الانفجار العظيم وقلنا أن هذا المصطلح خاطئ الكون لم يبدأ بانفجار بدأ بتوسع مفاجئ لذلك الله تعالى أيضا أشار لهذا الموضوع قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون إذن حتى قضية توسع الكون تحدث عنها القرآن لم يغفلها هنا أيها الأحبة عندها طبعا اعترف أينشتاين بأنه أخطأ خطأا شنيعا باعتباره أن الكون ثابت ثم عاد وصرح بأن الكون يتوسع لأن الحقيقة العلمية لا أحد يستطيع أن ينكرها أيها الأحبة طبعا جميع العلماء هنا يؤكدون أن نظرية الكون اللانهائي أو الأبد لم يعد لها وجود اليوم بعد اكتشاف توسع الكون طبعا الذي يشغل بال الفلكيين كيف كان شكل الكون في الماضي واليوم وإلى أين سيذهب الحقيقة في القرن الحادي والعشرين يؤكد معظم العلماء حقيقة أن الكون مسطح ويشبه الورقة طبعا وكالة ناسا تؤكد أن النظرية الأكثر والأوسع قبولا تتوقع بأن كثافة الكون قريبة جدا من الكثافة الحرجة وأن شكل الكون ينبغي أن يكون منبسطا مثل صفيحة الورق يعني الكون المنبسط طبعا هذه أيضا نظرية أيها الأحبة ولكن أنا كإنسان مؤمن عندما أرى نظرية مقبولة من قبل عدد كبير من العلماء وتتفق مع القرآن العظيم إذن أنا أقبل بها لأن الحقيقة المطلقة موجودة لدينا موجودة في القرآن هؤلاء العلماء يحاولون أن يقتربوا من الحقيقة المطلقة التي هي موجودة في القرآن العظيم طيب هنا عندما قال القرآن يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب شبهة السماء بالسجل يعني أوراق بالورق هذه إشارة خفية إلى نظرية الكون المسطح طبعا هنا يخبرنا العلماء بأن كثافة كثافة الكون محددة ولكنها مجهولة يعني كثافة الكون أيها الأحبة هي مدى أو كمية المادة الموجودة في حجم معين بسبب اكتشافات العلماء للمادة المظلمة طبعا هناك اكتشاف يقولون هناك مادة مظلمة وطاقة مظلمة تشكل 96% من الكون إذن هذه الاكتشافات قلبت أيضا القضية رأسا على عقب بسبب اكتشاف العلماء لهذه المادة المظلمة التي لا ترى ولكن يعتقدون أنها قريبة للكثافة الحرجة والتي يحددها معظم العلماء ببضع أجزاء من الألف بليون 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 جزء من الغرام وذلك لكل سنتيمتر مكعب من حجم الكون المرء قلنا الكثافة بكل بساطة هي كتلة شيء كتلة على حجم هذا قانون الكثافة ففي السنتيمتر المكعب لو أخذنا الكون نجد أن كل سنتيمتر مكعب وسطيا يعني يحتوي على جزء من ألف بليون 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 جزء من الغرام هذا إذا اعتبرنا أن نصف قطر الكون المرء هو ثلاث مئة ألف بليون بليون كيلومتر طبعا اليوم العلماء يعتقدون أن أبعد مجرة تقريبا تبعد أكثر من 13 مليار سنة ضوئية وأن الكون بدأ قبل 13.8 مليار سنة وحسب هذه الأرقام طبعا هذه النتائج وكلها نظريات على فكرة يعني هنا لا توجد حقائق طبعا الكثافة الحقيقية مجهولة وظهرت حديث النظريات تؤكد أن الكون سيطوى كما تطوى الورقة وهناك أشكال يتخيلها العلماء لهذا الكون إن كروي أو مسطح أو منحني أو كذا طبعا هذا يتطابق مع قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين حتى هناك علماء معتبرين اليوم يقولون إن الكون سيطوى على نفسه ويعود من حيث بدأ تماما بما يتطابق مع كلام الله سبحانه وتعالى طبعا هذه أشكال يرسمها العلماء الكون والطاقة وهنا طبعا الآية صحيحة أنها تتحدث عن يوم القيامة إلا أنها تتضمن إشارة إلى شكل الكون المسطح وأخيرا هذه الآية تعد معجزة بسبب التشبيه الدقيق الذي استخدمه البارئ عز وجل الوجاء العلماء اليوم ليستخدموا التشبيه ذاته كذلك تعد هذه الآية معجزة لأنها تتحدث عن نهاية الكون وهو ما يؤكده معظم العلماء وطبعا هذا الكلام يدل على أن القرآن ليس كلام الراهب بحيرة وليس الكلام القس ورقة بن نوفل كما يدعي بعض المشككين وليس كلام الأمويين وليس كتابا ألف في العصر العباسي مثلا هذا كله عبث أيها الأحبة ولن يأتي بنتجة لابد صدقوني لابد من الاعتراف أن هذا القرآن هو كلام الله لأن كل شيء فيه ينطق بصدق مصدره الإلهي وهنا أيها الأحبة هذه الحقائق تثبت أيضا أن هذا القرآن كما وصفه الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا طبعا هنا وضعت أنا المراجع في آخر هذا البحث والبحث موجود على موقعنا الإلكتروني أيضا لمن أحب أن يتوسع أخيرا أيها الأحبة كلمة لابد منها أخي الحبيب اعلم أن القرآن كتاب الحقائق اليقينية والله أنا درست النظريات العلمية وتعمقت فيها يعني كثيرا سنوات طويلة ووجدت دائما أن القرآن يقدم لك الحقيقة العلمية المطلقة بأقل عدد من الكلمات وأبسط أسلوب في التعبير وأقوى أسلوب أيضا لذلك إذا أردت أن تخزن في دماغك موسوعة علمية كبيرة احفظ القرآن بكل بساطة لأن فيه كل شيء فالله تعالى هو القائل ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا